أخذ زينب سلام عليكم. قالوا سلام عليكم. سلام ورحمة الله تعالى. شيفا بخير. لا باسخ. شكران أستاذ. مرحبا لله. الله يجزك بخير. شكران على المعلومات اللي كنت دعوا منك. الله يبرك فيك. وتنوجه شكر الله ولاكم ولزوجي. الله يجزك بخير. وليتجدني باش نبقى نسمع البرنامج بيالكم في كل صبع. بارك الله فيه وبرك الله فيك ووسأل الله تعالى نكون عندي حسن ضمن. شكران شكران. مرحبا لله. بغيت نتقدم غيب واحد الشكر للكم وللله سبحانه. نعم لله يا. أنا من الناس اللي كنا عايشين في الخارج. ما شاء الله. في السبعينات. نعم لله. وده بقضين تقاعد وعايشين هنا يا. الحمد لله يا. تعذبنا شوية مع صيام وقيام ومع الوليدات ومع كل شيء. سبحان الله. لكن الحمد لله والشكر لله وليدتنا. متبعين الدين للإسلام. وتنفرحوا من كي يصوموا الشوال وكي يصوموا بغيتك تدعي لي معهم في الآخر هما والولاد المسلمين وولاد الجالية. نعم إن شاء الله وكيف تيجيك يعني الصيام يعني في الفرق ما بين الصيام في الخارج والصيام يعني في البلد. والصيام في الخارج كنديرو للوسائل كلها والطقس كلها. نعم. نكونوا بحال البلاد يعني تتهيئوا الأجواء تتحولوا ما أمكن تهيئوا الأجواء وكن نطلقوا القرآن وكن نديروا ذاك الأجواء الرمضانية. ولكن ما أهلاه في المغرب. نعم ما شاء الله ما شاء الله. إن بلاد كنتوا في الخارج الأخطينة. نعم ما شاء الله. نعم. وتعدبنا. أستاذ تعدينا بزاف. نعم والله يفق الله تعالى. الحمد لله. هذا جهد كله الحمد لله ما ضيعش إنسان ما تحتسب الأمر دياله. نعم ما فرتنا في الدين ديالنا. الحمد لله الحمد لله. هذا تربية الأبناء والجهد اللي قمت به. وخوا في الظاهر دياله عذاب. ولكن الحمد لله هذا كله خير وبركة. هذا كله أجر التوابع. عبادة هذه اقطاعها الحمد لله كتوفيها. الحمد لله. نعم. عندي واحد المشكل دياله. نحم لله. أنا كنت الحمد لله كان صوم الأيام البيض. كان صوم دابا منين رجعت للبلاد كان صوم الاثنين والخميس. نعم. عندي مشكل في الماعدة. ما شاء الله. كنت مريضة بالماعدة ونصارت يقولوا لي الههم ما تصومش وكان صوم. نعم. حيث أنا سمع بأن خاص المسلم اللي يرشدنا. المسلم هو لكي لكي كان طبيب الثقة لا بأس. لكي كان الطبيب الثقة لا بأس بإذن الله تعالى. نعم. ونادى بهذه خمسة سنين القولي بكتيريا في الماعدة. وداويت ولكن مني كان صوم. كان دير ثلث يام ربع أيام تابعة. كان جيني هذيك مرض كبير وكان ننزف. وعلاش ما تتفتريش. علش يعني تتعدي بيراتك بهذه الشكلة وهم قالوا لك أن يخصك تفتري. نعم وهذا هو المشكل. نعم. ما تتجيك أنك تفتري. هكذا تقول لي الناس. يقول لك أنا ما نقدرش جيني. عندي القدرة. بحشومة. نعم. ما نحن خلاص لي ليه يوجد الناس. نعم. هذا كل شيء العائلة وكل شيء أنا منين سنت هذي الأيام راجاب وشعبان الثنين والخميس. نعم. منين جاءت الأيام ديال الشعبان الثلث عشر وربعتاش وخمسطاش متابعة. تم معه وتاني مرت. منين مرت تاجهت الطبيب هنا. نعم. وقال لي ما تصوميش. وكنت كان شربت دوات ثلث يام الولادة الرمضان ما تخصها. حسيت براسيم زيانة بدت تنصوم نعم تنحس براسيم ما في حتى حاجة كنصوم عاو تاني صمت 15 ليوم عاو تاني مرض نا حتى انتي ما تعرفش يعني المآلات ديال الصيام ديالك الظاهر ديالك تيبلك انه قده ولكن ما تتعرفش صيام اش غادي يدير المعدة خاصة عندك التهاب و لا يعرف يعني هادك تعرف الطبيب خير ان شاء الله هادك الاخترياء خلت للاتار نعم ودبا نخرجت عليه نعم واش نعود منين نشوف راسيم زيانة نعود نصوم لا غادي الطبيب انا نفسي لك الطبيب ولا غا يقول لك واش ترجعي ولا ما ترجعيش ولا غادي عرف واش التهم من ذيك الاتهاب يعني تجمع وبقى عندك انا نبين لك ان شاء الله رحمة رحي ان شاء الله و بغيتك الدعين مع ولداتي ربي دايما يتبتهم ويهديهم هما ولاد المسلمين كاملين خصوصا ولاد الجالية اللي في الخارج لا اله الله نعم نعم لانه صعيب لا خا سعيب ?? واذا بي انا من الناس اللي مشاو من هنا قارية الحمد لله والدينا والتربية حسنة الحمد لله ورصخناها في ولداتنا والحمد لله بدورهم هما رصخوا في ابنهم الحمد لله شوف يعني الحمد لله كين الدين مفطور في الإنسان خسناعير أنا العبد العيف كنت في رمضان يعني وشت الجالية والشباب الحمد لله شباب يجتهد واحد اجتهاد عظيم جدا كلي تدرب عشرين كيلومتر تدرب ثلاثين كيلومتر باش يجي يصل معك تراويح وغدقارين وكين واحد شاب أنا أقولها لك شاب عنده تقريبا شيء ستاوثلاثين سنة يعني كان خدام في واحد المكان تيوصل درجة الحرارة خمسين خمسين درجة الحرارة حتى الناس الفرنسيون تتعجبوا له هما تيخوه على رسم المات وما تيقوله انت إنسان ما تتحش شيء وهو صبح الله أعطاه الله واحد القوة وستاوثلاثين سنة يعني بقي شاب وصيم الحمد لله بجهد دياله واخدام وجيس الله فالحمد لله فلحب دلاله فلحب دلاله نحن نحن نمجل مجهود أما نعم اسمح لي لقاطعتك نعم نعم نحن نصارى كيتعجبوا معنا نحن نهضر لك أنا را مشينا مشيت في الواحد وسبعين نعم وكانت صعيبة حتى الماكلة وباشتطير الحريرة وذلك شراء ذلك الساعة باقي ما شبح الآن كل شيء ذا بتوفر الحمد لله وكانوا يقولون يا عجب نحن نخافوا من الله ما نخافواش من العبد صحيح ما شاء الله وتي تعجبوا وتي رفعوا بنا ويقرحوا بنا ويجيبوا لنا في آخر رمضان يجيبوا لنا الهديات الولاد وكل شيء سبحان الله وكان مراكز الآن يعني تسموهم ذي الجوع يعني باش ماشي للمؤمنين لا تيجي باش الدواء تيجوعوك واحد المدى وتتخلص الحمد لله هذي كينا في ديننا والله تعالي اسلاح الأحوال نعم مرحبا 8 يكون رمضان وذلك شيء وكان دير ذلك الحل دب إحنا مكناس كان ديروا الضميتاء ونديروا الحلواء ومشيء كانت تنضوق الجيران يالي ولوهما نحن مزيان لا بالعكس يعني كان نعطيهم جيراني اللي معايا اللي شاركين معايا صحيح ما شاء الله كان نعطيهم وتيفرحوا ووزع ما ماشي ماشي لا بالعكس هذا مزيان يعني من باب التعاون والتساموه الحمد لله وخاصة من تتعيشوا في وطن واحد يعني تتعيشوا في وطن واحد اي 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 وخاصي الاحترام يكون متبادل هما مشيتي عندهم تحترمو كل مسلمون خاصهم يحترموهم والحمد لله هذا هو المطلوب والحمد لله حتى التديون المغربة في هذه الوسطية والحمد لله وهذه الاعتدال الحمد لله شكرا لكم العافو ودعي معنا ودعي مع ولدتنا يتبتم صد ربي امين بارك الله فيك جزاك الله وخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح ابناء المسلمين واغتنمها فرصة لنشكر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على اهتمامها بالجالية المسلمة بالخارج خاصة في رمضان هو طيرة السنة بالمناسبة ولكن خاصة في رمضان وعلى حسن ظنها بالعب ضعيف قمت الحمد لله بتأثير الجالية في هذه السنة وكذلك نشكر الجالية بليموج يعني بفرنسا اللي كان عندهم محلاتين يعني كبير جدا جزاهم الله وخيرا على حسن استقبالهم وعلى حسن ضيافتهم يعني الجالية كاملة جزاهم الله وخيرا وكذلك الناس المكلفين بالوزارة يعني الأوقاف لتهتم يعني بالجانب الديني والروحي للجالية عمتهم المغالبة خاصة وعلى رأسهم سدي حسن بن مجدوب جزاهم الله وخيرا عن الإسلام وعن المسلمين ووفقهم الله جميعا وأصلح أبناءهم وتنقل بأن الخير الحمد لله يعني في أمتي رسول الله يصبح أصلا من يقسوا شيء إحنا نبدلون شوية المجهود وسيدير بي أن يتكمل أنك تندخل الحمد لله تندير دروس تدخلوا شبابي يعني تدخلوا يعني بلباس عادي جدا اللباس دي الرياضة وتقلب على واحد الفقية وتيصلي ويمشي الحمد لله هذا فيه خير فإذن تتلقى الأباء دامة باللغة تمجود وهذاك الشاب تيصلي ويستقم ويقرأ القرآن نعلمهم شوية اللغة العربية لأنها هي مهمة اللي غا تساعدهم في العبادة وغا تساعدهم في فهم الدين وبالمناسبة ما نعطوهمش أي كتاب تنتكلم الآن مع الجالية ما نعطوهمش أي كتاب يعني تنتكلم الإسلام حتى نقرأهم نعرف المضمون دياله المضمون دياله لأنها كان كتب القناعة اللي شوية من حرفة في الفهم ديالها وفي الفهم دياله هل الدين فإذن بعد شباب تحورت معهم رقيت عندي واحد الإشكالات اللي هي ماشي من دين الله تبارك وتعالى ونغرسوا فيهم الحمد لله محبة الوطن محبة ديال الخير محبة ديال التساموح لأن هذا هو الأصل دين ديالنا هاتش ماشين تنديروه نفاقان ولا تنديروه عني مجاملة لا هذا هو الأصل ديالنا وهذا هو الأصل ديال ديالنا وسيدير بيت يقول لا يكره لا يكره في الدين إذن بالنسبة لأخت زينبان منك ناس تنقل لك لا ما تصومي شاي بمرة إلا الطبيب يقول لك ما تصومي شاي ما تصومي شاي بالطبيب الحال هنا هتقول لي مسلم ولكن إنسان اللي لا عايش مثلا في أوروبا وغيرها وما غير قال شي المسلم ما عنده ما يدير فإذن سيعتمد على الطبيب التقى اللي عنده الخبرة في الميدان دياله قال لي ما تصوم شاي يعني ما تصوم شاي وتحسن الظن نعم حنا العلماء تكلموا عن المسلم ما تكون في المجتمع المسلم تكون المجتمع المسلم خوفا من غير المسلم في واحد وقت معين ربما هم بغير في الترك عمدا فإذن الطبيب يعني عادة أن تمشي تيبغير لك المصلحة هذا نحتفل للدول الأخرى هذا هو اللي كان تيبغير لك المصلحة يعني اللي بغير نقول واحد تسعين فاصلة تسعين تقى ستناءت قليلة جدا وناذرة يعني حالة ناذرة حكين حالة ناذرة اللي ربما على كل حال عندهم فهم خاطئ العراب المسلم ولكن عموما راهو ما تنسحوا لفي المصلحة ديالإنسان وخصصا كنا قوانين يعني في هذا الباب فإذن قال لك فطري فطري بإذن الله تعالى فمن رحمة الله تعالى بعباده أن نرافع عنهم الحرج وجعل الدين يسرى فلا عسرى فيه هذه الشريعة بحمد الله تعالى هي الحنفية السمحة ومن ذلك أن الله تعالى رخصا للمريض ويعني في معنى من يخاف حدوث المرض أن يفتر في رمضان ويقضي تقضي الأخذين تقضي مما أفترتي إن شاء الله إلى بريتي إلى عندك مرض مزمين بحد بشكل المعد هذا مرض مزمين عندك تخرج الفيديا سيدر بقل ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من اليوم من أخر فإذا إليك المرض يعني عابر هذا كثير من بعد أنت عندك مرض يعني مستمير تتفذي عن كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى ولا شيء عليك إمتى تعود تصومي ماشي من تقدري هنا بعض الناس يخطؤ ربما حتى بعض المفتين تقول لك عندك الاستطاعة تصومي لا سيدر ماشي الاستطاعة الأمر هنا مرتبط بالطبيب علاش لأن أنت تبالك في الظاهرة قادر تصوم لكن الصيام يشكل ضرار كبير على الجسد كون تعرف الطبيب تأثر على الكلياتين تأثر على أمور أخرى مثلا الصائم السكر عنده مرض للسكر السكر يعني إنسان لما أعطنا شيء بالحمية ولهذا لما قد يؤثر العرق للعينين يؤثر على القلب يؤثر على الكلياتين يؤثر على أمور كثيرة تتبالي هو ربما كنتمو يأكل السكر لا يجتنم شيء الأمور التي يقولها الطبيب وما بل تأثير في ذاك الوقت ولكن من بعد هذا تيجي الضرار العظيم فهذا دائما تنستاشر مع الطبيب وتشوف المآلات تشوف المآلات وشهد الصيام يؤثر ولا ما يؤثر الأصل أنه صيام هو يعني صحة لنا يعني تطهير من السموم صيام كله فضائل يعني مغير الأجر والثواب بالنسبة الجسم لكن تتبقى لتأكدها الطبيب وسيدر بعلاج هذا الصيام لأنه عارف أنه كان واحد الناس لمرض عارف واحد الناس اللي غاي يكون عندهم مرض لما غاي سيطع شيء يعني الصيام أو المرض غاي يعني سيأتي عابرة فلذا قنوة من كان منكم مريضا أو عسفرين في عدة من أيام أخر هنا تنأكد غرام السكر وتصوم ممنوع عليه الصيام تقول لي طبيب قال لك أنا ما جاتني نفطر قال كيف أنا باقي ينقدر نصوم ما جات شيء تفطر يعني واش العمل تندير الناس ولا لله ولا النفس لا تندير لله إلا كان لله سيدير به ولا يرخص لنا هو تبل أن ينقدر يصوم ولكن تعرض الخطر في أي نفس دينا أو غاي عيبو الناس لا الحمد لله الناس ما غاي عيبو شيء وكن كل واحد دول الأعضار ديال لحال ينسرى في البيت ديال لغا ديال كل ما غادي شيء يدير هدف شارع واجدد الحمد لله للشكر الجرية دينا في جميع الأماكن الحمد لله المحبة ديالها الخير المحبة ديالها الدين أنهم يخلقوا الأجواء ديال رمضان اللي ستكون في البلاد فجزاهم الله خيرا نعم